اهلا بكم طلب التالت عدادي لغة انجليزية تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة ان شاء الله بنكمل يونت 15 نركز على البوكابلوري هنبدأ كالعادة بالليسنينج تاكست وعلينا الريدينج تاكست واللانجوج نوت وفي الاخر بنعمل كفريج على اليونت كلها مع الاكسرسيز اللي هنحله ان شاء الله مع بعض في التشوز خلينا نبدأ بالليسنينج تاكست النهاردة عندي باسل بيقول لي ايه بيقول لي I found an interesting report on the internet حلوه خلي بقى لك من كلمة report هنا معناها تقرير وعندي كلمة on دي جاية على الانترنت تفقنا كده يبقى on the internet وكلمة report اصلا البريبوزيشن بتاعها تقرير عن حاجة بيبقى report on تفقنا did you know that 64% of Egyptians have smart phones طبعا بتيالي معظمنا دلوقتي معايا smart phone اللي هو التليفون الزكي اللي هو بيشتغل زي الكمبيوتر بالظبط كويس نادر قال له ايه قالوا no I didn't what else does it say فاكرين what else does it say خدناها المرة اللي فاتت لما قولنا ايه indeed to encourage someone to tell you more information about something اللي انت تشجع حد يقولك معلومات اكتر عن حاجة كويس باس قال ايه قالوا it also said that Egypt has the highest number of internet users يبقى كمان التقرير بيقول ايه ان مصر معاها او عندها اعلى اعلى رقم للمستخدم الانترنت in the Arab world في العالم العرب كويس طيب tell me more تاني نادر عايز يعرف معلومات اكتر فبمرة قال له what else does it say المرة التانية قال له tell me more قولي اكتر كده طب باس الكمل قال له ايه قالوا the report said that although وهنركز شوية على although في language notes كمان شوية اللي معناها بالرغم من وخدناها في الترمي الاولين although this is good you must be careful يعني ايه كلمة careful يعني حريص وخلي بالك you must be careful هنا دي advice هتقولي طب هو يا مستر ماستخدمش ليه should هنا هقولك دي حبيبي اسمها strong advice يعني نصيحة قوية فنستخدم فيها must مش should you must be careful because more and more people are having problems with scams مهمة جدا عندي الكلمة دي النهاردة كلمة scam اللي هي عملية نصب النصب ده لوحد بيضحك عليك في حاجة علشان ياخد منك معلومات ياخد منك حاجة انت بتمتلكها وهكذا طيب really go on خلت تبقى لك من نادر نادر اداني التلاتة حاجات والتلاتة معناهم او الغرض بتاعهم اللي هو to encourage someone to tell you more information about something اللي انت عايز تفاصيل اكتر عايز معلومات اكتر مرة قال لي الكلام ده كله اللي بتاع نادر قال لي what else does it say مرة تانية قال لي tell me more مرة تالتة قال له really go on كمل كمل حلو كده طيب بس الكمل قال له ايه قال له there is an example of a person فيه مثال هنا التقريب يقول عليه الperson ده الشخص بتاعنا ده called خالد كان اسمه خالد who made a friend عمل صداقة كده حلو الكلام on a social networking site كلمة social networking site نبدأ من وراء قدام site معناها موقع و social networking اللي هي تواصل اجتماعي طيب لما بيجي لي في choose ويقولك social network site غلط هي social networking يعني لازم بيجي فيها حبايبي ing كويس the person seemed friendly ونركز قوي ان كلمة seemed عاملة زي كلمة look الverbs دي دايما ييجي بعديها adjective ييجي بعديها صفة يعني اقولك you seem tired you seem angry you seem happy you seem sad you seem friendly زي ما هو حطتها كده الperson ده كان يبدو عليه انه هو ودود يعني كان صدوق كده so خالد بقى told him where he lived and what he did every day خليت تقريبا قال له كل حاجة عن نفسه هو عايش فين وبيعمل ايه كل يوم however مع ذلك the person was a rubber للأسف الراجل دوت او الشخص ده كان ايه rubber يعني سارق حرامي لسه he was waiting to hear the right information كان لسه مستني كان بينتظر يسمع المعلومات الحقيقية او اللي هو عايز يستخدمها بمعنى صح طيب نادر قال له ايه قال له then what happened واللي بقى اللي حصل برضو نادر بيكمل عايزه يحكي له اكتر واكتر بس قال له ايه قال له one day خالد told the person that he was going on a holiday طب كلمة on holiday نفتكر برضو حبيبي كده اللي هي holiday دايما ال preposition معاها on يبقى on duty on holiday خلاص الكلام اللي اتنين دول معاهم ايه on business كل دول معاهم ايه معاهم on يبقى خالد كان رايح في اجازة with his family يعني العيلة كلها خارجة بيتفاضل now the rubber knew his address الوقتي الروبر الصارق ده عارف ايه عارف عنوان بتاعه and he knew that nobody was going to be in the house وعارف كمان ما حدش يبقى فين هيبقى في البيت فده انسب وقت انه هو يسرق الحاجات بتاعت خالد طيب نادر قال له what happened after that طب ايه اللي حصل بعد كده the rubber went to خالد's house in the night بالليل and stole many things ناخد بنا بس من كلمة in the night هنا لو ما فيش ذا حبيبي هتبقى at تاني يعني اقول at night in the night at sea in the sea at school in that school خدت بالكوا كده من حاجة ان كلمة in لازم معها ذا انما آت يا مستر مش بعديها ذا تفقنا كده طيب and stole many things وسرع حاجات كتير نادر قال له that's terrible وكلمة terrible دي معناها ده وحش جدا very bad يعني how can people stop things like that طب السؤال بتاعي بقى ده بتاع نادر طب ازاي الناس تمنع الحاجات دي خلاص from happening منها تحصل يعني يعني زي الواحد ما يتنصبش عليه مثلا في السوشال نيتوركينج سايت وكده بوس يا سيد بس قال له there is some advice في بعض من النصائح in the article وارتكل ده ده هو المقال اللي كنا من شوية بنقول عليه report اللي هو التقرير it said that you must never never خلاص make friends with people you don't know on the internet يبقى مش اي حد يعمل يعني يعمل طلب صداقة كده هقبله كويس لازم يكون عارفه هصحبه على اساس ايه كويس او على الان اللي عارف معلومات حقيقية عنه طيب وخذت بالك برضو التاني عشان الانترنت خذنا كلمة ايه on the internet if you use social networking sites لو بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي use their privacy settings هنركز على كذا حاجة في الجملة دي اولا عندي كلمة if اللي احنا خذناها قبل كده وعندي if type 1 وtype 2 طب لما قال لي if you use use da ده present يبقى if type cam type 1 طب الناحية التانية كنت مستني كلمة will ما لقيتش will يا مستر بس انا لقيت كلمة use their privacy setting use احنا قلنا الorder عندي اكينه بالظبط كلمة will وverb stem والnegative order اللي هو كلمة don't اكينه بالظبط will not وverb stem فاكرنا الكلام ده كويس يبقى use their privacy settings وكمة privacy اللي هي خصوصية وsetting اللي هي اعدادات يبقى هتستخدم الاعدادات الخاصة او الخاصة بالايه بالخصوصية بتاعتك يعني اللي انت ما تخليش مثلا كل الناس تشوف الانفورميشن بتاعتك الصحاب المقربين بس او اللي هما اللي في الكونتكست باعتك او كزان طيب what are privacy settings بقى تشوف هو عرفها قالوا they make sure ده اللي بيخليك تتأكد that only people بس الناس that you know can read your messages and they see information about you الـ privacy setting دي بتخليك تتأكد ان الناس بس اللي انت عارفهم بس هما اللي ممكن يخلوك يقروا المعلومات او يقروا المسجز اللي هي خاصة بيك طيب الـ reading text بقى بيقول لي the latest technology كلمة latest هنا معناها احدث اخر حاجة اللي بسميها state of the art حلو الكلام التكنولوجيا الحديثة ما لها بقى بيقول لي Egypt was the first Arab country ودي طبعا مدعال الفخرة عندنا طبعا ان احنا اول دولة عربية to use the internet انها تستخدم الانترنت and now بقى دلوقتي has nearly 50 million internet users تقريبا في 50 مليون من الشعب المصري مستخدم الانترنت however ومع ذلك technology is changing all the time حلو قوي كلمة changing هنا ليه لان معناها ان التكنولوجيا متغيرة على طول all the time اللي هي always طول الوقت بتتغير طيب so اللي هي معناها لذلك خلاص العكس بتاع كلمة because it's important to learn about the latest developments يعني يا حبابي بقى كلمة develop لوحدها يطور طب كلمة development دي معناها تطورات هديكوا كلمتين كده مهمين برضو معنا في عندي كلمة من جامل كلمة develop developing countries دي معناها دول نامية طبعا لو انا قلت developed countries دي معناها دول متقدمة كويس many jobs now require وكمة require يعني بتتطلب يبقى كتير من الوظائف بتتطلب تتطلب ايه you تبقى عايزة منك انت to know how to use social media ازاي تستخدم social media مواقع التواصل الاجتماعي some companies ده حتى كمان في بعض الشركات use social media to advertise jobs بيستخدموا علشان يعملوا advertise وكمة advertise هنا معناها يعلن خلاص يعلنوا على الوظائف بتاعتهم and to arrange وعشان ينظموا interviews اللي هي المواقعات الشخصية in fact في الواقع if a person didn't know how to use social media لو في شخص مش عارف يستخدم social media it might be more difficult for them to find the work هنرجع للجملة دي تاني عشان عندي كلمة if فعايز احدد معاك وده type 1 ولا type 2 كاتب if ادي if يا مستر موجود كاتب لي a person didn't know طب كلمة didn't know the present ولا past لا ادي past your past simple second form تصريف تاني عشان كده ناحية التانية الجملة التانية كنت مستني كلمة would او اي حاجة بتسويها زي كلمة could او might هو جاب لي كلمة it might be more difficult الكلام ده بيعبر عن ايه طالما if type 2 يبقى بيعبر على present wish يعني امنية في المضارع انا وطلعك دايما كنا بنطلع بif درجة لو هي future باستخدم if type 1 لو هي present استخدم if type cam type 2 كويس دليت التكنولوجي برضو بيكمل معانا بيقول لي how we send messages is also changing ازاي بنبعت الرسائل بتاعتنا برضو الموضوع تغير ليه in the past you could only كنت بس تقدر send emails using a computer تبعت email بس باستخدام الكمبيوتر طب دلوقتي لا في smartphone حضرتك في iPad في حاجات كتير ممكن استخدم استخدم فيها الانترنت now you can send texts ممكن تبعت رسائل allow me to go عشان كده لما قالك allow you ما قالشي send على طول ده قال ليه to send هاي to send messages to many people at the same time انت بتحدد الكنتكس بتعتك وبتدوس اوكي بتتبعت المسج لكل الناس في نفس اللحظة this is very useful عند كلمة يستخدم طب يوسفل مفيد طب useless بلا فائدة if you wanted to send messages to a group of people مجموعة من الناس مثلا for example على سبيل المثال to your friends in a sports team في فريق رياضي or a book club او نادي مثلا اي خاص بالكتب وكتب طيب مكملين بقولي the way that we use our mobile phones is also changing ده كمان الطريقة اللي بنستخدم فيها الموبايلات بتاعتنا اتغيرت we can use them to transfer money يعني transfer يعني يحول ممكن نستخدمها في تحويل الفلوس فلاصة اللي هي حسابات البنكية وهكذا to or from a bank or even to pay for things وكلمة pay معها البريبوزيشن بتاعها for اللي هي يدفع لي او حتى عشان ندفع لي للاشياء in shops في المحلات وكذا if someone wanted to have the latest technology لو في واحد عايز بقى عنده احدث تكنولوجيا they could buy a smartphone ممكن يشتروا ايه الهاتف ال ايه الزاكي اللي معانا كلنا دلوقتي نرجع تاني للجملة دي عشان نقول ان if موجودة بس بعدها كلمة wanted فده يا مستر باست سيمبل يبقى ده طيب 2 عشان كده الناحية التانية جاب كلمة could by could with verb a with verb stem كويس the latest technology can help you to do many things نفتكر قوي ان كلمة think معها do do many things تعمل حاجات كتير زي ما يقولك مثلا you can find out وكلمة find out يعني discover تكتشف ممكن تكتشف مثلا about it online على الانترنت خلاص or in some مجازين او ببعض المجلات جميل digital projects فيه مشاريع رقمية وكلمة رقمية يبقى اي حاجة متعلقة بالكمبيوتر او الهواتف الزكية طيب قلينا نشوف بابا يقول لي unfortunately means unluckily يعني لسوء الحظ يبقى كلمة fortunately من غير un معناها لحسن الحظ many of the world's ancient wonders عجائب الدنيا القديمة are in great danger يعني في خطر شديد وإحنا كنا قلنا قبل كده كلمة danger خطر dangerous خطير however بقى مع ذلك a way to help save many of these monuments has been found by بن ها كسيرة an engineer وده كان اسمه وده مهندس who comes from Iraq اللي جاي من دولة دولة العراق طبعا كلمة monuments معناها أثار معلش أنا هرجع تاني للجملة تاني علشان عندي حتة مهمة لازم ناخد بالنا منها لما يقول لي however a way to help save خدنا بالنا من كلمة help save دي الرول بتقول اي يا حبايبي بتقول لي لو عندي الفرب اسمه help وجي بعدي object أي object يعني نقول لك help me مثلا help أحمد help هناء help دعاء help جانا أي حد خلاص الكلام طيب لو أنا قلت help هنا جي بعديها object بعدها عندك two options وليتين صح لإما تقول لي two verb stem صح أو verb stem بس يعني ممكن أقول لك help me to lift this bag عشان أشيل الشانطة دي أو help me lift على طول من غير two اللي اتنين صح إنما يا مستر لو ما فيش object يعني ما فيش مفعول بعد help ما عنديش غير option واحد صح اللي هو verb stem بس من غير two علشان كده لما قال لك a way to help ما فيش object فقال لك help save على طول طب لو قلت help to save غلط يبقى help save علشان ما فيش ايه فيش object نكمل كده حبيبي ساي أرك بقى ايه ده معرفوش هو مديني definition بتاعه بيقول لي is a project ده مشروع that he started in 2002 it uses special cameras بيستخدم ايه كاميرات خاصة that take photos of ancient temples بتاخد ايه بتاخد صور للمعابد خلاص الكلام القديم and monuments will اثار كمان if anything happened to these buildings لو في حاجة حصلت للمباني دي the photos would help archeologists الصور دي هتساعد مين هتساعد علماء الاثار لهم archeologists خلاص الكلام and the engineers والمهندسين to repair them عشان يصلحوهم او يرجعوهم لأصلهم ايه مينتين فكرة كتجميلة جدا بصراحة طيب ميكاملين في ال digital projects بيقول لي ساي أرك projects have also been or been sorry put on an online gallery اتحطت كمان في كلمة gallery معناها معرض معرض بس ايه online يعني على الانترنت so that people وكلمة so that اللي هي one word هنا دي معناها لكي people from all over the world can see ممكن يشوفوا and understand the beauty of these ancient buildings تفقنا طيب ancient tippas بقى لها طيبة القديمة many tourists visit the area of ancient tippas to see buildings عشان نشوفوا المباني such as the ramseum one of the most interesting ancient temples واحد من اكتر المعابد القديمة الشيقة خلاص special photos صور خاصة of the temple the floors اللي هي الارض and walls have been taken تغذي البابا ايه sci-rk cameras these will give archaeologists وكلمة archaeologists رسائلينها معناها علماء اثار more information about the temple عن المعبد جميل the archaeologists اللي هم العلماء الاثار دول would be able to use the photos if they needed to repair it هيستخدموها امتى لو هم يحتاجوا يصلحوا اتفقنا طيب في عندي language notes النهاردة عندي كلمة however معناها بالرغم من وalthough معناها بالرغم من برضو but الفرق في ايه احنا قلنا كلمة although ممكن نقول عليها بالرغم من لوحدها ممكن تيجي في اول الكلام او في نصه however وbut لازم في النص واللي تيم معناها ومع ذلك او لكن فنقول it's raining outside however we will go to school او although it's raining outside بالرغم من انها بتمطر we will go to a to school طيب it's raining outside but هي هي however we will go to school بس خطب لك من حاجة قبل however في فلسطب وبعد هي كما انما but قبل هي كما بس تفقنا طيب في سؤل وحدها دي معناها لذلك طيب وصوت تساوي كلمة very اللي هي معناها جدا لما تكنولوجي is important so لذلك هنا معناها لذلك اذا اطراب everyone should use it طيب وقملة التانية لما the way we use mobile phones is so changing يعني very changing عبتتغيرة جدا خلاص the latest الاحدث انما later فيما بعد لما it's important to use the latest technology carefully اللي هي التكنولوجيا الحديثة انما لو قلت we will meet later in the book club هنتقبل بعدين ان شاء الله في النادي لايه نادي الكتاب طيب في حاجة اسمها صافيكس اللي هي مقطع من الكلمة او مقطع بيضاف في اخر الكلمة بيغير الكلمة النهاردة هناخد بيغيرها من ايه من verb لنون المقطع ده اسمه اعلان طيب arrange يرتب طيب arrangement ترتيب طيب pay يدفع طيب payment دفع طيب لما قولك جانا arranged for her birthday party كويس her arrangement was excellent ده بخصوص انسا جانا طيب لما يقولي continue ينفع قولناها قبل كده ing وراها او to وverb stem لما قول دعاء continue speaking Arabic حلو الكلام when she traveled to the USA او ممكن اقول ياسين continue to play football till he was 15 طيب نكمل language function عندي كلمة so that معناها لك اي بتيجي في نص الكلام ابليها لو present بعدها كان والمصدر لو ابليها past بعدها could وverb stem زي ما اقول اي زي ما اقول مثلا هنا practice a lot so that she can win the competition لو هي past هقول اي هقول sci-arc project was put on an online gallery so that everyone might see beautiful buildings تفاقنا طيب كده language notes خلصت احنا ممكن نبدأ نحيل الاكسرسيز بتاعنا على البورد فضلوا معايا طيب choose the correct answer number one have you read about the latest عن احدث ايه in computers وعن اختار كلمة development لتطور number two there is an space in the newspaper for a new computer game يبقى there is an advertisement لو اعلان number three the manager told the workers he would هيعمل ايه المانجر ده them at the end of the month في نهاية الشهر يبقى هيعمل ايه pay for them أو pay them يعني هيتفعلوهم ايه المرتبات بتاعتهم number four it's very expensive it's so expensive to a something on television عشان تعمل ايه حاجة على التلفزيون فهيتبقى to a advertise اللي هي تعلن حاجة على التلفزيون number five the students have an a to see the teacher يبقى كان عندهم ايه an arrangement كان عندهم ترتيب عشان يشوفوا الميستر بتاع number six how much money did you for that book ها did you ايه pay for يدفع لي number seven some messages are a from people to get information from you يبقى بعض الرسائل بتبقى عبارة عن ايه عشان تاخد معلومات عنك يبقى are scams خلاص اللي هي عمليات نصب أو احتيال طيب number eight a space went into the house in the night and took the new television طبعا انتو كان مقصود بيها اللي هو السرق يعني مين ثيف اللي هو لس أو حرام number nine the privacy اللي هي privacy ايه حاجة خاصة بالخصوصية on social networking sites make sure that ده مديني definition بتاعها اللي هو التعريف بتاعها خليك تتأكد ان ايه ان only people who you or who you know اللي انت عرفهم can see information about you مين privacy ايه privacy settings اللي هي الاعدادات الخاصة طيب some companies بعض الشركات wanted to عايزة تعمل ايه in online businesses يبقى تبقى want to ايه invest تمام يبقى كان ميت invest اللي هي يستثمر طيب number 11 tourists enjoy visiting the area of ancient طيب اللي هي طيبة طبعا i never open emails if i don't the person who sent them لو انا مش عارفهم او ما تعرفت عليهم اللي هي كلمة recognize يتعرف علي number 13 last saturday i my cousins طبعا last في الباست فاناخد كلمة visited number 14 ايجيبت was the first arab country to to the internet to use the internet 15 however ومع ذلك is it changing ايه بتتغير all the time هتبقى التكنولوجي اللي هي التكنولوجيا الحديث number 16 يقول لي many jobs now expect you to know how to use social 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 media خلاص طيب number 17 we can send texts or emails on a mobile phone or a tablet طيب 18 social networking site allow you تسمح لك احنا قلنا allow بعد ايها to verb stem يبقى to send number 19 we can use mobile phones to money to or from a bank عشان نحول الفلوس من وإلى البانك يبقى نحول هنا مصد بها كلمة transfer اخر جملة معايا النهاردة to have the latest technology you can buy ايه ممكن تشتري ايه علشان تستخدم التكنولوجيا الحديثة لها smartphone الهاتف ازاك نرجع تاني كده الحمد لله خلصنا unit 15 خدنا grammar وخدنا vocab language function وحلين عليهم اتمنى لكم كلكم حظ اشتركوا في القناة